طبعاً الكل بلا استثناء بيتابع العدوان الغاشم على قطاع غزة غراد جوية وعمليات برية وأيضاً قصف لكل المؤسسات الصحية والمدنية وسائل الاتصالات في قطع تام لوسائل الاتصالات والإنترنت في جريمة إبادة جماعية تجاوز عدد ضحاياها حتى الآن أكتر من 7300 شهيدة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ده الرقم المعلن حتى اللحظة فيه ما زال هناك شهداء تحت الأنقاض ما زال هناك بعض الأشخاص متغيبين حتى الآن مش عارفين هم فين الغريبة أنه هذه الجريمة بتأتي وسط صمت أو دعم من القوى الغربية واللي منحت دولة الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه المجازر والجرائم في حق أهلين في قطاع غزة في الحقيقة أنه اللي بيحصل في قطاع غزة بيعكس غياب كامل للضمير الإنساني الغربي اللي بيدير ظهره لما يحدث فيه قطاع غزة من قتل تشريد الأطفال نساء الشيوخ في جريمة إنسانية ستظل تلاحق كل من ارتكابها أو دعمها أو حتى صمت عنها مجرد الصمت عما يحدث هو جريمة ده في مقابل موقف تاريخي آخر ومشرف للدولة المصرية والكتلة العربية اللي مستمر في الضغط لوضع الجميع أمام مسؤولياته من ضرورة وقف هذا الصراع وإنهاء الأزمة لعدم التساع رقعة العنف في النطقة بالكامل عايزة أقول كمان إن اللي بتقوم بيه دلوقتي قوات الاحتلال مش مجرد رد على عملية المقاومة وزي ما قال الرئيس إن ده تجاوز حق الدفاع عن النفس ده اللي بيحصل دلوقتي هو إعادة إنتاج للفكرة العنصرية اللي دايما بنسمعها من وقت للتاني اللي قامت عليها دولة الاحتلال وهي أرض بلا شعب لشعب بلا أرض يعني إيه؟ هم عايزين دلوقتي إن هم يخلوا الأرض فتكون بلا شعب وبالتالي هم يعودوا فيها ويحققوا حلمون بإقامة دولة يهودية خالصة وده لن يحدث أبداً عشان كده مصر كشفت هذا المخطط من بدري أوي وأعلنت كمان رفضها لي بشكل مطلق لأن التهجير ده أمر في غاية الخطورة مش بس هيكون السبب في تصفية القضية الفلسطينية ده كمان هينتج عنه صراعات والطرابات في منطقة الشرق الأوسط ستطال تدعياتها بكل تأكيد تدعياتها السلبية ستطال كل الأطراف يا جمع بكل تأكيد يا شازلي والحقيقة أنه خلينا نؤكد مرة أخرى على حديث سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما خرج وشرح ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث والأسباب وراء هذا التصعيد في قطاع غزة واللي شرحه بمنتهى السلاسة والتفصيل عشان يبقى واضح للجميع لأنه احنا مؤخرا بقينا بنشوف أنه زي ما بنقول أنه في حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وبنتكلم أنه في حملات إلكترونية بتخرج وبتحاول أنها تزايد على هذه القضية عشان كده ولهذا السبب احنا بنتكلم أنه الدعم الحقيقي واعتبارات على الأخوة العربية تؤكد دايما وتخلينا نحن نؤكد أنه هذا لا يعني أبدا مساعدة الاحتلال على تفريغ قطاع غزة بهذا الشكل نكون بالفعل ساعدنا قوات الاحتلال لأنه بمنتهى البساطة هذا يعني أنه تفريغ أيضا على جانب آخر الدفع الغربية من الفلسطينيين عبر توطنهم إن كان في سيناء أو في الأردن الدعم الحقيقي ينطلق من الهدف الأهم وهو الحفاظ على القضايا الفلسطينية ودعم صمود الفلسطينيين والعمل المتواصل على التهدئة واحتواء التصعيد للانتقال فيما بعد للهدف النهائي وهو إقرار تسوية عادلة من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو ده الهدف الأسمى وهو ده الهدف الأهم اللي احنا عايزين نوصله كدول عربية طبعا وفي المقدمة الدولة المصرية فيما عدا ذلك هو بالفعل التفريغ وتصفية للقضية الفلسطينية نصبح لحضراتكم مرة تانية نبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر مرة تسابعة والرنمات حلقة تسابعة حلقة جديدة